وصفى محمد النهاردة بالرغم يعني ان احنا بنتكلم على تجربة احتراف مهمة بالنسبة له في الدولة الفرنسي وانه ما زال في بداياته لكن بيحقق نجاحات حقق نجاحات كبيرة من خلال اهدافه المؤسرة معنا دي النهاردة نانت بيكسب 5-0 مع فريق لوريان حقيقة وبالتالي يعني مباراة كانت بالنسبة لل 5-3 انا اسف 5-3 بالنسبة لهذه المباراة بالرغم من مكسب كبير لكن الهدف اللي احرزه مصطفى محمد الحقيقة هدف اللي شافه هدف رائع ضربة سبتة ويعني حقيقة احرزة من مسافة بعيدة جدا جدا مصطفى محمد وبالتالي يعني هدف نوع جديد لمصطفى الحقيقة دايما احنا متعودين على مصطفى النوع جوة 18 بالرجل بالراس لكن الضربات السبتة ده يعتبر شيء وتطور جديد لمصطفى محمد بيقدر يستغلوا من خلال قوة رجلية ومن خلال التزديدات بقى ودقة التصويب من خلال ضربة سبتة الحقيقة النهاردة خلينا بس نقول ان في بعض يقولك يا عم طيب مصطفى محمد مع منتخب مصر يا جماعة ماهدى نفس الكلام اللي كان بيتقال في وقت ملوقعات على نجمنا الكبير محمد صلاح اللي بيتقلق معنا دي وبيجي في وقت ملوقعات بتبقى الحالة الخاصة باللعبين حواليه مش بتساعي برضو مصطفى محمد يعني ده اللي بنتمنى لي الفترة اللي جاي انه يفضل يتقلق وينتقل من نادي 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 اسمه كبير في الدوري فرنسي لكن كدوري احنا يعني عايزين مصطفى كمان يتقلق ويبعد كمان لمنطقة ابعد في الدورات الاوروبية يعني مثلا دوري انجليزي دوري اسباني يعني احنا بنتمنى كده وبالتالي يعني نتمنى له كل التوفيق فإيه اللي يحصل من مصطفى محمد لازم المسندة الكبيرة اعلاميا وجمهريا لانه واحد من ولادنا اللي ان شاء الله من خلال تواجده مع نانت او اي نادي ان شاء الله في اوروبا بعد كده هو هيكون سند لنا مع منتخب مصر في الفترات القادمة سوابها وجوده كمان كلعب اساسي في المنتخب الوطني هيفيد كتير بأداءه اللي احنا شايفينه بقى ان شاء الله في كأس الامم الافريقية بامر او التصفيات الخاصة بكأس العالم مبروك لمصطفى محمد ومبروك طبعا لمصر وجوده طبعا بهذا الاداء خمس اهداف حتى الان لمصطفى محمد والحقيقة يعني نتمنى له كل التوفيق اشتركوا في القناة